السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم معكم سار العقيل أخي صاية علاج وظيفي إن شاء الله اليوم رح أتكلم عن تخصص العلاج وظيفي اللي خرجين مرحلة ثانوية المقدمين على اختيار تخصصهم تجينا أسأل كثير بخصوص أشواء التخصص هل هو مستقبل مع مين نتعامل كم سنوات الدراسة ووافة هذي كلها إن شاء الله رح نتكلم عنها بالفيديو طيب أول شيء أشواء تخصص العلاج وظيفي ممكن تستنكرون الاسم وظيفي لأنه كانت تجينا كثير استفسارات إنو أنتو تدورونا بايف احنا نهتم بالوظائف اليومية اللي شخصي سويها بشكل روتيني أو بشكل يومي كيف الأشياء الروتينية اللي هي الأكل اللبس الشرب الترويش الدراسة تلوية الأطفال استخدام الكمبيوتر الزراعة اللعب هذي كلها وظائف يومية احنا نسويها بشكل يومي روتيني من أعمار مختلفة منه هم صغار إلي هم أكبر إيش هدفنا إحنا كأخصان على الجو ضيفي إليش ممكن نهتم إحنا بالوظائف هذي لومية هدفنا بالأخير إنو الشخص يعتمد على نفسه يعني يعيش حياته زي ما يبغى بدون مساعدة آخرين فإحنا يا إنو نساعده بعد إصابة أو بعد حادث أو إنو إحنا نمنع إنو يسير فيه إصابة مستقبلية إحنا برضو نساعد كبار العمر كيف يستغلون هذيك المرحلة بإنهم يوفرون طاقتهم مثلاً بإنهم يمارسون الروتيني اليومي تبعهم بشكل آمن وبشكل أسهل فهذا تعريف جد من المختصر عن تخصص العدد وظيفي طيب إيش الأعمار أو إيش الحالات إحنا نتعامل معها إحنا نتعامل مع الأطفال اللي من إعاقات مختلفة سواء كانت إعاقة حركية سواء كانت إعاقة عقلية سمعية حسية إلى آخره إحنا نتعامل مع هذه الحالات نتعامل أيضاً مع الأشخاص اللي صار لهم حادث صار لهم إصابة سواء جسدية أو عقلية برضو من أعمار مختلفة نتعامل برضو مع الكبر بالعمر إيش التحديات اللي تواجههم سواء كانت نفس الشيء سواء كانت حركية سواء كانت إدراكية يعني تعرفون مع التقدم في العمر يصبح فيه تحديات للشخص فهذه الأعمار أو الحالات غالباً إحنا نتعامل معها ولو تلاحظون نتعامل مع كل الأعمار طيب إيش ممكن تكون التدخلات؟ كتدخل على جوظيفي أنا رح أتكلم لكم عن إحنا كيف في المستشفيات تحبكون أو كيف في المعيادات وبعدها رح أتطرق كيف في الجامعات في المستشفيات غالباً نشوف المريض نأخذ منه كل المعلومات متى صار لك الإصابة أو من متى كذا المعلومات أساسية نحط معه ومع الأهل أو مع المرافق الأهداف اللي هو يحققها مع عمرنا حطينا الأهداف أحنا بس من رأينا ومن وجهة نظرنا إحنا كأخصائيين أنا أشوف أنه أنا الأهداف اللي أبغى أحققها معك كذا لا لازم يكون في مشاركة بيننا وبين المريض هو إيش الأشياء اللي يبغى يحققها إيش الأشياء هو المهمة بالنسبة له أنا مثلاً أشوف أنه عنده ضعف في اليدين أنا هدف أنه أقوله إياها هو بيقول لي طيب أوكي أنا هدفي أنه أنا كنت رسام بس بعد الضعف بعد قدرت أمسك الفرشاي وأرسم فأوكي حلو أحط هذه من ضمن الأهداف أو من ضمن الخطة العلاجية فهذا من ضمن الخدمات إحنا برضو ممكن نقدم الجبائر أو ممكن نقدم الأدوات المساعدة اللي برضو تساعد الأشخاص أنه يحسنون من القدرات حقتهم بطريقهم باشرة أو بغير مباشرة غير كذا أنه إحنا نعمل تدخلات على البيئة كيف يعني مثلا ممكن يجيني مريض بعد الإصابة صار يستخدم الكرسي المتحرك أوكي أنا أقدر أني أروح البيت وأقيم البيت إنما داخل المخارج هل مثلا فيه منحدر عشان يقدر يدخل ويطلع منه باستقلالية ما يحتاج جنادي أحد عشان ينزلونه من الدرج فأنا ممكن أقيم البيت وأعمل لستة أو اقتراحات إنه أشي الأشياء اللي أنت هزم تطيرها مثلا توسع الأبواض تضيف منحدر تشيل العتبة البسيطة بحيث أنه يكون البيت آمن وأكسيسابل أو إنه يقدر يستخدمه براحته هذه الخدمات تقريبا اللي إحنا نقدمها بالنسبة الوظيفتنا في الجامعات غالبا تكون معيدة إنه تمسك طالبات وتقدر رسهم بعد ما تأخذ من بنجستير ممكن تكون محاضرة أو محاضرة وإلى آخر طيب أشي الأماكن نتوظف فيها مثل ما وضح لكم أحنا نتوظف للمستشفيات المراكز الأطفال أو المراكز اللي تهتم فيها أو معينة والجامعات طبعا بالخارج برضو لنا دور في المدارس مثل ما قلت لأنه نحنا نتعامل مع أطفال من إعاقات مختلفة فلنا دور في المدارس ولكن إلى الآن لم يطبق هذا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية بالنسبة للرواتب غالبا يكون الراتب أقل شيء 7000 هذا الأساسي من غير البدلات 7500 يعتمد على المكان اللي أنت تروح تقدم عليه طيب إيش هي سنوات الدراسة أو كيف أدخل التخصص إيش رح أدرس طبعا إنت رح تاخذ أو تخذين السنة التحضيرية صحي بعدين رح يطلبونكم أنكم تحطونا الرغبات ترتبونها طيب بعد ما رتبت الرغبات ودخلت وانقبلت إن شاء الله علاج وظيفي رغباتكم الأولى سنوات الدراسة أو السنوات كلها عبارة عن خمس سنوات السنة الأولى تحضيري ثلاث سنوات دراسة فعلية وآخر سنة اللي هي الامتياز أو التطبيق العملي في المستشفيات طيب ثلاث سنوات الدراسة إيش رح تدرسون فيها إيش المواد هل هي صعبة سهلة هي ما في شيء صعب ما في شيء سهل يبغى لك أنت تجتهد لأنه أنت بالأخير رح يكون تحت الدينك مريض هذا المريض تقدر تعتبره أحد يعني بعيد الشر أقاربك أهلك فأنت لازم تكون يعني متمكن متمرس أنك أنت تمسك أو تكون مسؤول عن حالك عاملة فشيء جميل ما يخوف بالعكس ممتع تخصص جدا إنساني فيه كثير من الإبداع فسنوات الدراسة رح تدرس أكيد تشريح الجسم تشريح المخ و الدماغ عشان تفهم العضلات تفهم المخ والقدرات العقلية وووو رح تدرس طبعا إيش هو تاريخ العلاج ووظيفي رح تفهم أكثر عن التخصص رح تدرس أكثر عن العلم النفس لأنه برضو هذا يدخل من ضمن التدخلات العلاجية المواد حلوة المواد سهلة المواد ممتعة فرح تمبسطان آخر سنة اللي هي امتياز حتكون طبعا سنة كاملة رح تطبقون في مستشفيات عندك الاختيار لأنه تكون مثلا ستة شهور في مستشفى وستة شهور في مستشفى أخرى رح أتكلم أكثر عن سنة الامتياز إن شاء الله في فيديو ثاني ولكن هذا بشكل جدا مختصر أن تخصص العلاج والويفي لن يجي المحلة الثانوية إن شاء الله أنه كان واضح لكم إذا فيه أي استفسار أو سؤال إحنا حاضرين والله يساحج شكرا لكم